موسيقى مثل كل عام عوذتنا بلدية رامالله افتتاح موسم وين عرامالله لعام 2016 بمهرجان الطفل نواة نيسان في نسخة الخامسة احنا والبحر بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والفنية نتحدث اكثر عن هذا من مهرجان وفعالياته مع رئيس اللجنة الثقافية في بلدية رامالله عامر عسف الله يصبحك بالخير صباح الخير لكل كل المشاهدين كيف أصبحت؟ بخير هياك لونت لنا الستوديو بالبروشورات واللوحات الحلوة يعني بوجودكم الله يخليك رح نبدأ على الفكرة اللي بيركز عليها المهرجان لهذا العام يعني مهرجان اولا هو ليس جديدا هو مهرجان كان بديء سابقا واستقني في قبل خمس سنوات ببلدية رامالله مع عدد من المؤسسات الفاعلة في البلد بشكل خاص السرية وتامر ومركز الفن الشعبي إلى جانب المشاركين الآخرين اللي كل سنة بتشارك عدد من المؤسسات يعني بدي أحكي عن جمالا موسم وين عرامالله موسم هو هذا العام في نحاول بلدية رامالله أنه كل الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية اللي تأتي خلال الصيف من هنا حتى شهر 11 تقريبا كلها حطناها في سياق اسمه وين عرامالله موسم وين عرامالله رايحين مشوار لا هذا السنة يعني نظمناها كلها في هذا اولا اختلط اه في هذا رايحين مشوار هذا شعار عام السنة هذا المهرجان في تتاح الفعاليات هو بمهرجان نوار نيسان طبعا مهرجان نوار نيسان هو مهرجان يختص بالاطفال بالطفولة ونعرف احنا ان الطفولة هي هم اللي كلنا ينبغي انه ليه يعني اهتماما خاصا اكيد وبالتالي احنا في بلدية رامالله وبالتعاون مع كما قلت عديد من المؤسسات سنبدأ خلال اليومين القادمين يعني بواحد ثلاثين شهر بعد غد تبدأ هذه الفعاليات السنة ما يسمى بالثيمي او الشعار لهذا المهرجان السنة هو احنا والبحر احنا والبحر معروف احنا عندنا حواجز مع البحر كم يحرم الفلسطينيون بغالبيتهم من البحر صح ومن هنا اذا سألتيني بما يتميز لاحظي العنوان غريب احنا والبحر احنا والبحر صح شو بميزه هو بميزه هل لا يميز هذا العام انه هناك توسع افقي اذا جزل قول غير التنوع العمودي بالفعاليات هاي الفعاليات رح تكون على امتداد فلسطين التاريخي يعني هذا العام يعني ما رح تشمل منطقة واحدة في مشاركة لا في مشاركة من حيفا في مشاركة من عكا في مشاركة مؤسسة الأسوار يعني جبتونا البحر طبعا وبالتالي وايضا في مشاركة من غزة بيرزيت ابو قش يعني اتحدث هنا عن بعض جميع اجال وطن فقصدت اقول انه احنا لهذا العام بهذه الشعار احنا والبحر حرصنا على ان نكرس وحدة الشعب فلسطيني وحدة الشعب فلسطيني هذا شيء جميل اللي نعم هو شيء جديد ومشاركة اهلنا في الداخل داخل خط الأخضر ايضا هو شيء جديد على هذا يعني المشروع اللي هو نوع النساء طبعا انه كلنا شعب واحد بغض النظر عن الحواجز والاحتلال اللي قطعنا الى قطع أوصلنا صحيح لو نتحدث عن اليوم في تغطية لمؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع نعم اليوم سيؤقد مؤتمر صحفي دعية وسائل الإعلام المختلفة وسيتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس البلدية وعدد من المؤسسات المشاركة ايضا بحضورها وبالتأكيد هو سيعلن عن انطلاق الفعاليات بعد غد نتوقع ان تغطي مختلف وسائل لأنه علاقتنا مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في بلدية رمالله يعني علاقة وطيضة مع كل المؤسسات وبالتالي نتوقع انه تحضر وتشارك في هاي التغطية فعاليات مرئية ومسموعة راديو وتلفزيون يعني بشكل وطبعا ومكتوب وسائل الإعلام الصغافي ان شاء الله ولو ننقل للفئات المستهدفة بهذا المهلجان يعني الفئات المستهدفة هي الأطفال بشكل خاص بس فيه فيه عمار يعني الأطفال ربما هنا نتحدث عن من أربع سنوات من وعي الطفل إلى سن 12 سنة 13 سنة يعني هذا السن يعني معظم الفعاليات بتركز علىها نعم هي معظم الفعاليات كلها تركز وتستهدف أولئي الأطفال منها من يتعتاد على الرسم يتعلم الرسم بالألوان بالألوان المائية منها ورشات لمادة البحر الصلصال تبع البحر يعني كل شيء محاولة نعم نعم شيء فخاري وهكذا يعني الفعاليات تستهدف الأطفال ومتنوعة من ورش فنية موسيقية إلى دبكات لا أستطيع أن أجمل إجمال هذه الفعاليات لأنه فيه كراس يتضمن هذه الفعاليات ويتحدث عن الفئات المؤسسات المشاركة إلى جانب المؤسسات التي ذكرت أيضا هناك النيزك هناك مركز المؤسسات محسس القطان خليل السكاكيني جبل النجمي سيرك فلسطين عشطار مؤسسة الأسوار والكمنجاتي رواق طبعا دائما أيضا تشارك كل سنة رواق والمركز ثقافي الألماني الفرنسي يعني الفعاليات المؤسسات المشاركة هي متعددة والفعاليات هي متنوعة على أهمية الحدث وعلى مرة أخرى كل سنة بعد أخرى تتسع المشاركة أفقيا واتطور من حيث المواد النوعية والفعاليات والورشات المقدمة في هذا النهار أستاذ أنت كمان جاي بلنا بروشور ذكرت أنه هذا من صنع الطلاب أو الأطفال المشاركين معكم بالبلدية تحدثنا أكثر نعم هذا لدينا في بلدية رام الله منذ سنوات يتم انتخاب من مدارس رام الله المختلفة نسميه مجلس بلد الأطفال مجلس بلد الأطفال هذا يشاركنا يعني يشارك البلدية بفعالية بعطيكم أراء بنسلم البلدية يعني يعني العام الماضي كان في يوم اللي جاء الأطفال وهم تسلموا البلدية من رئيس البلدية هذا شيء جميل هذا شيء جميل مشان يعتادوا تحمل المسؤولية وفي سياق تحملهم للمسؤولية هم يشاركون في حملة المقاطعة مقاطعة البضايا الإسرائيلية وهذا طبعا معروف أنه التلاميذ والطلاب شباب المستقبل هؤلاء ينبغي أن تتحول المقاطعة إلى ثقافة إلى المقاطعة وبالتالي هم هم زودونا في إطار نقاشهم وأفكارهم بهذا الملصق البروشور الملصق بالأساس اللي بده يعلن خلال أيام قليلة في إطار حملة المقاطعة لاحظي كيف يركز الملصق على أنها وهذا من فكرة الأطفال كاملة نعم نعم التسوق شراء البضايا الإسرائيلية يؤدي إلى تزويد الدبابة والرشاشات الإسرائيلية بالرصاص وهي تستهدف ألف حلقة تؤدي إلى ذلك وبالتالي نحن نعتقد أيضا نجاحنا في هذا ومشاركة أطفالنا هي تعزز انتمائهم للوطن تعزز انتمائهم للبلد وتقدم أيضا خدمة لشعبنا في سبيل أهداف ومشروع إن شاء الله أستاذ أنت ذكرت أنه مهرجان نوار نيسان هو مش أول سنة بيقام هو للسنة الخامسة نعم اللي بميز هاي السنة عن السنة الماضية ذكرت أنه شريحة أكبر من الأطفال في أيضا مميزات أخرى لهذا المهرجان يعني مرة أخرى قول في مسألتين أنه المسأل الأولى أنه هو يجي في سياق موسم عام إحنا هذا الموسم بدأ من نوار نيسان صحيح نوار نيسان غير مفصول غير طبعا معزول عن الفعاليات الأخرى بالتالي هو يجي في موسم وين عام الله هذا الموسم اللي قلت مرة أخرى عنوان نريحين مشوار إحنا يعني دليل أنه رام الله يتوفر فيها كل وسائل إذا جاز القول السرور الإنبساط الحياة المتعال للمواطنيها ولي الشعب الفلسطيني من جانب وبالتالي على امتداد هذا يميزه ويميزه المسأل الأخرى يتميزه قلت هو الاتساع الأفقي والعمودي هذا بالسنوات الماضية نعم السنة السنة هو أكثر وبالتالي تيمت إحنا والبحر هذا العام أيضا هي تميزه يميزه كما قلت مشاركة أهلنا في الداخل هي ميزة أخرى لكثار من الفعاليات على مدى الأيام الثلاثة هناك أيام ثلاثة ملأة بالفعاليات لأطفالنا وهذا سيتيح مجالا أوسع لمشاركة الأطفال الفلسطينيين في رمالله وفي محيط رمالله في بيرزيت في فعاليات في أبو قش في فعاليات كلها مش في مركز كلها نعم مش في مركز لأنه إحنا معنيين بالوصول أيضا إلى الفئات المهمشة يعني مش كل ناس بدرئيه وضل الأمور محصورة في أبناء رمالله أو في أبناء طبقة معينة من اللي بيقدروا لا إحنا معنيين أن تصل خدماتنا إلى الفئات المهمشة من أبناء شعبنا يعني دائما بتمنى لكم التوفيق أستاذ لو في كلمة أو رسالة حابة توجهها أو تصلها للجمهور يعني بدي أقول للجمهور أنه أنتم مرحب فيكم بلدية رمالله إحنا وأنتم واحد نتبادل العمل ونتبادل الأفكار وحب ذا أولا أن يحضر أطفال فلسطين أطفال محافظة رمالله والمحافظات الأخرى أيضا حيث توجه هذه الفعاليات أن يشاركوا أن يحضروا وأن يزودون أيضا باهتماماتهم بملاحظاتهم من أجل تطوير العمل وتطوير الصلة بمجتمعنا وبدأ أقول لهم أيضا بمناسبة يوم الأرض اللي تحل يوم بعد غد أقول نحن وعنتم نعمل من أجل هذه الأرض ومتمسكونا بالأرض وكل عام وعرضنا وشعبنا بخير أكيد الله يخليك أستاذ وطبعا متمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح شكرا إليك مجاهدين رح ننتقل نحن إياكم لفاصل قصير وأكيد مستمرين خلوكم معنا